وده الحقيقة اللي رصدوا كبار الكتاب هتلاحظ يعني اتساقها مع هذا الاهتمام الكبير وهذا الحدث الشعب الكبير خرجت مقالات كبار الكتاب في مختلف الصحف تعكس وتركز على ما تحقق من إنجاز فحنلاقي في الأخبار كتب الكاتب الصحفي الأساس خالد ميري الرئيس تحرير الأخبار في مقالاته نبض السطور الزهب للزهب وقال خالد ميري بكينا مع فريال أشرف والسلام الوطني يصدح عالمي عاليا في سماء توكي وعنقوها يتوج بالزهب المستحق وقال كمان من حاول وبذل كل جهد يستحق التكريم ومن تخازل وقصر يستحق الحساب وده ديلي الموضوعية وقال كمان خالد ميري مصر السيسي تسير على طريق المستقبل بالنجاح وخطوات سابتة والنجاح في توكيو بداية جديدة لانطلاقها الرياضية تستحقها أم الدنيا وننتظر الكثير من وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي وأكد على خالد ميري الرياضة بقوة نعمة مهمة وعنوان للتقدم ومصر مع زعيمها الرئيس عفتاح السيسي تواصل العمل ليلة نهار لتحقيق النجاح في كل المجالات هايل قال جميل لكن كلمة الحساب هذا تقف لأن إحنا بداية الدورة الأولمبياء كانت محبطة جدا أول ثلاثة أيام ضلمة خصوصا أن تحقق نتائج غير متوقعة لبعد الفرق العربية زي ميدالية السباحة الزهبية فقعدنا نقول إحنا فين إحنا فين الحياة كان بيطلع التأكدات من مسؤول الدورة الأولمبياء جماعة الألعاب المرشحة لسه ما جاتش فالختام كان رائع جدا وحققنا يعني أكبر عدد من الميداليات في هذه الدورة أنا رأيي رأيي إن الحساب عشان يكون مؤثر مش بالعقوبة احنا مش عايزين ننتقم من حد طبعا لو فيه انحرافات مليئة ده موضوع تاني أو فيه انفاق في غير موضوع ده موضوع تاني ونضعش تكلفي لكن أرجو أن يكون الحساب بإيه بعاد المقصرين أنا الأوان بالفرز بقى أيوة وده الحقيقة اللي ركز عليه في الجمهورية قال له السيد عبد الرازل التوفيق رئيس تحرير الجمهورية لما قال في عنوان رئيسي لمصر السيسي المجد للمكافحين بشرف دي نقطة مهمة جدا الناس اللي كافحت بشرف وساعد وبذلت أقصى ما لديها لكن بتصطدم بأرقام عالمية وبقدرات بشرية أعلى فده الرياضة وده الهدف الأولمبي وده أهم معايير المثاق الأولمبي أن تبذل غاية الجهد وليس عليك إدراك النجاح ده ما اختلفش كتير عن الأهرام اللي قاله الدكتور أسامة الغزالي حرب الكاتب السياسي الكبير دموع أحمد الأحمر وركز أسامة الغزالي على دموع أحمد الأحمر بعد إخفاق الهندبول في المباراة الأخيرة وحية ووجه التحية وكان في إلى أبطال كان في لقاء كان في لقاء على هواء بعد المباراة على طول أيها على القناة النقلة ولكن اختنق صوته مقدرش يكلم قال لهم مش هادر تكمل مش هادر تكمل ومشي زعلان زعلان جدا طبعا هو كان يتمنى مسيرة كبيرة جدا وبنسباله هو تحديدا مش هيلع بالدورة الجاية هو أعلن تزاله لعب الدول فكان حيرجع فيه دوميديليا برونز وأي عظمة وأي تكريب الحقيقة يعني أن الكلام عن الدورة الأولمبية أستاذ إبراهيم بياخدنا بسكة فيها مشعة بالأمل مشعة بالطموح ولكن أيضا مشعة بالعمل الجاد جدا مش مشعة ملزمة بالعمل الجاد جدا وده السؤال الإجباري اللي طرحه الكاتب الصحف الكبير الأستاذ جلال عارف في الأخبار قال سؤال الرياضة الإجباري ماذا بعد توكيو هتعمله إيه إيه الترتيبات اللي جاي دي رؤية مهمة جدا لكن أيضا في النظر بقى على الترتيبات اللي جاي مقالة متولة على صفحة كاملة كتابها الأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق تحت عنوان صناعة البطل الأولمبي واستعرض ياسر رزق في مقالته كل ما يجب فعله للمزيد من الانتاجية الرياضية لصناعة بطل أولمبي حقيقي على كافة الأوجه وفيما يخص الأهل منها يمكن قال ياسر رزق ما يخص النادي الأهلي واطلاع النادي الأهلي بدوره الكبير جدا في رعاية الرياضة وقال إن أنا كنت على اتصال مع الكابتن محمود الخطيب وبقوا هنعوا بإنجاز جيانا فاروق وجدته مسرورا للغاية وسعيدا بمحققاته جيانا فاروق قال إن أنا لما عرضت عليه لم يكنش للنادي الأهلي في روح في كل المحافظات وقال ياسر رزق كنت أحدث أمس الأول أسطورة الكرة المصرية وأعظم لعبيها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أهنئه بفوز البطلة الأولمبية جيانا فاروق لعبة النادي الأهلي ببرونزية كانت تستحق أفضل منها في الكاراتية ووجدته يفكر في تطوير مساهمة النادي في مختلف اللعبات وطرحت عليه فكرة إنشاء فرع للأهلي في الدلتة وآخر في الصعيد لاكتشاف ورعاية الموهبين الرياضين وتنمية قدراتهم وصولا لتحقيق بطولات عالمية ودولية وقال ياسر رزق ورحب الكابتن الخطيب دونما تردد بالفكرة إذن اهتمام كبير بصناعة البطل الأولمبيا باشموندس وأهمية أن نبدأ العمل الجاد طيب رهيم لو إحنا بنحلل هنعرف نشتغل إزاي لما تيجي تجد إن في الشمال الأفريقي ها وبعض الدول العربية ومصر تحديدا إن أبطال الرمي عندهم فرص كويسة العدو الطويل موجود في أفريقيا في المرتفعات كينيا وأسيوبيا والحيطة دي طبعا وبعض الدول اللي عندها هذين المرتفعات ذا المغرب إذن ألعاب السبرينت والسرعة موجودة في الأفريق أصحاب البشرة الصمراء يمكن الدورة دي بظروف كورونا عمل بعض النتائج المختلفة عن التوقعات إحنا لو اشتغلنا بالميزة النسبية النوعية لمناطقنا الجغرافية بالخريطة الجينية الجغرافية يعني ممكن نركز على أبطال العدو فين حلايب والإشالتين والنوبة والسأسوان والوقص والمناطق دي في الصعيد وانت طالع ألعاب طوال القامة زي كورة اليد اشتغلت على الميزة النسبية مشروع العماريقة مشروع العماريقة والشول وساعدتهم بمسابقات تنمي اللي جيب الجون من برة الـ 18 حسب بتلاتة أو اتنين أو حسب المساب هذه هي الأفكار الخارج الصندوق اللي تخليك تقرب إنك إنت تبقى عندك أبطال يعني محتملين وخصوصاً إن في ألعاب القفة أبطال الرمي بتوعنا والله بمزيد من التركيز والمشاركات والاحتكاك هناخد ميداليات